نسمع من دكتر أحمد إجاباته على الناس كان حد بيسأل هل التدخين ينقض الودوء؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبعه دا وبعده أولا مما لا شك فيه أن التدخين بكافة صوره وأشكاله وأنماطه من الخبائث المنهي عنها شرعا لما فيه من الضرر بالنفس بالصحة والإتلاف للأموال والتلويس للبيئة لكن بالنسبة لاتصال التدخين بالمفسدات الوضوء طبعا نحن نقف عند موارد الشرع فبالاستقراء في الفقه الإسلامي التدخين ليس ناقضا للوضوء قولا واحدا لأن نواقض الوضوء منها ما ذكر في القرآن الكريم ومنها ما ذكر في السنة النبوية وليس التدخين واحد منها لكن بننصح المدخن يعني نرجو الله أن يتوب عليه لكن إذا كان ولبد وذهب إلى أداء الصلاة في المساجد في الجماعات أنه يطحر فمه مثلا بمعجون أسنان لأن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الثوم والبصل الأخضر من أكل من هذه الشجرة فليعتزلنا ولا يخربنا مصلنا لكن في كل الأحوال التدخين لا ينقض الوضوء ترجمة نانسي قنقر